اشتركوا في القناة 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 الله يبارك اشتركوا في القناة 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 لقد عايش مع الستة والكلام جاي عالجرح عالجرح؟ الحمدله عالسلامة ايه وصلت قيمتك؟ اول ما كلمتك يا لابلي يا سد الستات ازاي عيالك؟ كويسين؟ عيالي بيبوسوا الاياد يا سد الستات ها نمت فين بقى اليومين اللي لبتو؟ ها تسألي ليه؟ يعني ايه بسأل ليه؟ انت بشجعت ولادك لطلعتك؟ ها نمت فين وتكلم در من غير اللو انا انا نمت في القندر اللو قندر؟ عالي شكلك كده مش مطميني مالك فيه ايه؟ انا انا مالي في جيبي يا حبيبتي انت بطلق امو لعيل بالك كده؟ اه من سنين طويلة يعني كم سنة كده؟ تجيلها خمس سنين كده يا راجل يا كدهب انت بش ايه لي من ثمان سنين؟ انا قلت كده؟ ايه 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 امو امو لك ما قلت ان ورقة الطلقة ضاعت وعملت بدل فات اه بقى ما هو من كتر المشاكل ووجع القلب انا طلقتها طلاث مرات كل كم سنة مرة السنين داخلت في بعضها بقى ايه السلم؟ في بعضها؟ بتاعتقل بقى على الحلاوة ولا ايه؟ انا هارف ايه اللي جاب السيرة الناكة دي؟ تعالي تعالي بس يا حبيبتي تعالي احكيلك عمالتي ايه؟ في الكام يوم ان انا كنت غيبهم عني يا اخو يوقع الست النصحة يا نبيلة تلم بما تبعزقش وانتي شايفاني ببعزق في ايه بس يا امي؟ انا ما قلتش كده انا بقول تلم على قد ما تقدري يعني لما تلاقي حماتك تشد ايه الخانتي؟ اعتبر ايها انا؟ يعني لو انا قلتلي الكلمة وحشة هتعملي معايا ايه؟ حاس تحملك طبعاً خلاص اعملي كده مع حماتك والله ما برد خالص يا امي بس كت وبكت امك انها ما قلتش حاجة خالص جدعاً وتعالي على نفسك كمان رضيها وحيليها ومدام كوزك بيحبك وبي رضيكك يبقى لسم تراضيف امه رضيها يا ضنايا دي مهما كان هتبقى جدة اولادك وعشان رياض يهون كل شيء رضيها يا حبيبتي عشان ربنا يرضى عنك صح يا امي عندك حقاً ربنا يخليكي ليه وما حينيش منك ابداً ايه المواقه اللي انت فيها دي بابي جاي يزورني النهاردة الساعة خمسة بابي؟ في واحدة في سن كنابي تقول بابي؟ يا شيخ اكبري اكبر ايه؟ ده بابي يا حبيبي اولاً هيحرمني من المصروفه على طول غير بقى محضرة الادب والتربية اللي هيقعد يدهالي محضرة الادب؟ اه ده بأمرت ايه؟ هو بيسعل عنك اصلاً ارجوك يا حسام بلاش كلام في الموضوع ده علشان انا على اخري بس يا بيتة بلاش عبط بلاش مود الناكد اللي بتحب تحييش نفسك في ده انا نيكادية يا حسام؟ يعني قصدي بلاش تعيشيلي دور الشهيدة انت يقعدك عند كدتك جاية على هواكي قوي ليه بقى؟ كده انت يعيشالي دور المحرومة من الاسرة وبابا وماما لكن انت بقى في حقيقة الامر مستريحة جداً من قيود الاسرة لحد بيقولك راحة فين ولا جاية منين بتخرجي وقت ما انت عايزة وبترجعي وقت ما انت عايزة محدش بيسألك ولا بيلاحق بالاسئلة عايش الحياة ببساطة يعني فري لا يا فرويدة فاندي تحليلك غلط مفيش بنت في الدنيا تحب تعيش العيشة اللي انا عايشها دي ام ميتة وقب متجاوز انا كمان نفسي قتسقل في الدخلة والخارجة نفسي يبقى لي عيلة لما الدخول والخروج مش هما المهم يا حسام طب ما هي اختك منال بتدخل وتخرج زي ما هي عايزة والناس بتتكلم عليها بردو لكن يجي لغاية عندها ويسكتوا لانا عارفين ان ليها اهل ماربا ايه دا انت تجنينتي يا بتنتي ايه التخريف دا مين دا اللي استجري يجيب سي لتاختي وبيقول ايه بقول بحبك بحبك يا مانيلا ونعملك ايه ما كتير غيرك بيحبوني بعدين انا احب كل اللي هيحبوني بقى ولي لا بس انا بحبك اكتر من اي حد في الدنيا انا انا مستعدة عيش طول عمري تحت رجليك كلهم بيقولوا كده خلاص ما بقىش الكلام دا يفرق معاي افهم من كده ان قلبك مشغول بحد تاني من برا الجامعة بقولك ايه لبرا الجامعة ولا جوا الجامعة انا قلبي دا مقفول ومكتوب عليه مغلق للتحسينات طلع من دماغي بقى بقى مغلق للتحسينات مش هاي يا موني هاي سوها ازاي ها واريو فايني جميل انا بدور عليك من بدري قلت ممكن تكون دلاتي محاضرة بس قلت مش معقول بقى من امتى الالتزام بقى لا انا نزلت الكافتيريا بس كنت بدور عليك بردو شربت نز كافية وقلت انتي اكيد اتيجي كما تيجي نخرج النهاردة لا مش طالبة معي خروج ليه فقري في اي مكان على مزاجك واحنا نروح سوها انا زهقت مبقاش في جديد كل امكان بقت شابها بعض الحاجة الوحيدة جديدة ان احنا نسافر بس حتى السفر مش عارفة نسافر فين طبعا ازنوك يا جماعة ايه مالك مودك مالو الوقت الاسمه عادل ده خلاص كرحني في اليوم اللي اتولدت فيه خزا ايه هو ده بيحس دوت بارد قلتلك قبل كده من الاول ما نصحبش اي حد من الاقسام التانية ايه ما من انجليش ايه ما بلاش يا السلم ويعنان البروح اصحبهم يعني موما البيجوا يتلزق خلاص احنا نبقى درانيا وعادل دول عن الجروب بتاعنا خالص خيحسر المهمة بقولك ايه قولي يا مون انا انا عايزة سافر بقى اصحان ازهقت قوي خلاص فكري واقترلي وانا معادي طيب انا هرتبها مع حسام اخويا عشان انا عايزة تبقى سافرية كام يوم كده وطبعا لو مخدتش حسام معايا هيقعد يقرفني ويتطلع اروحي رحلة ايه وبتاع ايه مش كيفاك كلام الزفت اللي بسمعه عليكي كلام كلام ايه دماء ان شاء الله والله ما اعرفش اسألي نفسك شوف انت بتعملي ايه ولا عاوزان يمشي وراك مخبر طب لو عادك الشجاعة حسام تقولي ايه كلام اللي تعلق ومين اللي انهول ملكيش دعوة بصي بقى منالي انا هعرف ازاي مشيكي على عاجيل مطلخ ما طيقوش شيخ روحي توكس لما تبعت بطل سرماح انت وستي الحاب بتاعتك المحترمة ايبا تعال اكلمني انا الحاب دي ما تهمنيش اصلا دي مجرد صاحبة وبعدين انا راكل اعمل اللي انا عايزه معليهاش لوم لكن انتي انتي يا هانم اي كلمة عليك يتمثينا كلنا ايه يا جماعة في ايه صدقوا جايب اخر الدنيا انا كفر للشر ملكو الست الهانم الست الهانم عايز لا تطلع نحلة اسبوع وعشرة ايام واتبتلوا وحدها كمان ايا ايا منال دي مدة طويلة اول ما انا بقول للبيه يطلع معايا طب ما خلاص ما انا عايزت معاها ايه مش طلع كده طي منال منالت علي هتعملي ايه يا حسين يا حسين بالراحة لو مش مقتنع بحاجة تكلم معاها بالراحة طول بالك شوي يا بولبول انتي ما تعرفيش منال منال دي بنت عنيدة ومدلعة وللأسف ماما عودتها ما ترفض لهاش طلب خدت ان اي حاجة تطلبها تبقى مجابة مهما كانت لكن خلاص النظام ده معاتش اينفح كبرت بقى وسيرتها هتبقى على كل لسان قطع لسان اللي جيب سيرتها دي بنت متربية وكل الناس بتحلم بأدابة والنابية تسكت انتي يا دادا انتي ما تعرفيش حاجة انت قاعدة هنا في البيت ومش عارفة ايه اللي بيحصل برا انا كلمت ماما ووافقت ان اطلع الرحلة والواحتي كمان بس ابقى كلمها اطمنها علي الاحي دمك يتحبس يا حسام عشان تخرز كده متجابش منطق تاني بعد الشهر ان شاء الله اللي بيكره اوه ايه بتقولي على اخوك كده عيد بقى ماما وافقت طب ويديني يا منال لانا راحلة وانتلعتي الرحلة دي انا مبقاش راجل ومش هتشوف هو ايش تاني تعال يا منال تعالي انا عوزاتي هبو ايه اللي بيحصل ده تعالي بس تعالي بس ممكن بقى نقعد ونتكلم بالعقد هنتكلم في ايه بس انا عايز اعرف حاجة انتي لما حبيت تتلاي الرحلة دي ايه اللي خلاك تفكر تاخدي حسام معاك حق علي حسيت انها هتبق بايخة لو بيدت برا البيت اسبوع لو قحتي طب انتي صاحبة الموضوع وحاسة انها بايخة يبقى هو بقى عنده حق لما يتدايق ويزعل من الكلام اللي سمعه طب ما انا قلتونه ييجي بعايا يا حبيبتي كان متدايق وكان متعصد كان لازم تستني شوية عليه لغاية بكرة بعد انتكلميه بالراحة وبهدوء كان حيوافق اعلى طول اماما خلاص انا مبقتش تفرق موافقته معاي ماما وافقت ما ينفعش يا منال عايز رأيي بلاش ليه؟ انا مبدا بنت زيك تباد برا البيت الايام جي كلها الوحدة هقولك حاجة احنا لما قطعنا شهر العسل انا ورياض عشان ماما كانت تعبينة هو وعدني انه يعودهلي في مرة تانية فاي رأيك انا هفتحه في الموضوع وهنسافر كلنا ونبقى مع بعض انتي وحسيام وكمان هناخد دادة فاطمة معانا ايو بسانك وتعايز اطلع مع اصحابي يا حبيبتي تتلاي مع اصحابك ما فيهاش حاجة احنا هنحصلك تاني يوم وهنا بقى كلنا سوا وتبقى عيننا عليك بالمر ايو بسانك وتعايز اروح شارم يا سيبتي شارم شارم وماله رياض مش هيقول حاجة ايه؟ خلاص اتفقنا اتفق؟ بس مفيش سفر قبل الامتحانات ما تاخلص الامتحانات؟ دا لسه ولا تلت شهور على الامتحانات يا فالحة مش بدل ما تقعودي اسبوع يبقى مهد براحتنا لغاية ما تزحقي لا خلاص يبقى طلع انا يوم مع اصحابي ونطلع السفرية التويلة بعد الامتحانات يا حبيبتي ربنا يكن ملك بعقلك انا حرحة بقى اتكلم حسان قبل ما يروح لماما بيعمل مشكلة ها؟ معقولة يا ماما يعني بعد كل الكلام اللي شرحته لحضرتك دا وليسه مش عارفة فين هي المشكلة طالما قالتلك تعالى معايا بقعدها العيب يا ماما بقى واحدة في السنة بس ألو هيا يا موني هيا يا حبيبتي وانت كمان محشين بتقولي ايه؟ اصربت نظر عن الرحلة طيب يا حبيبتي زي ما انت عاوزها وأنا كمان بباوسك لا الى اللهم شايف هي اللي قالت لأ أهي احسن كده صح قال ايه يا كميل الشغل عاخدك من انا ولا ايه شش ايه داخل على سوية الناس تقول علي ايه هيقولوا ايه يعني الراجل بيدلع الست بتاعكم قلتلك اخرص خالص دك قطعي نفسك ما حدش اعرف الموضوع ده هنا انا ماشي يا ماما الله ايه ماشي هي اذا حضرت الشياطين ولا ايه بعد اذنك يا ماما عندي معايد ولازم استأذن لا ما يصحش انت لازم تتعشم علي ما تقوليني با ستاستان بس بس اسكوت انت خلاص يا حبيبي روحش بموعيدك وما تخانقش مع اخدك وانا اكلمكو بالليلة اطمئن عليكم ماشي يا ماما رباني خليكو سلامة مع سلامة باشا الف سلامة باشا الف سلامة اما لا بقى عملك حيتة مفاجأة تهبلك حمام وكباب من وهو كده حطه في العربية عشان نتعش سوا مهو اسمع بقى شويتين بتوعب دولهم بطل تعبله ابقى تفكر انك هتدبسني عشان الناس تعرف اللي بيني وبينك لا فول روحك يا حسن ما فوقك براحتك يا جميل انا بقى حروح اتعشة وطفشت ودي براحتك سلام سلام يا لوفلي 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 ده تقنيلة على تقل ذمك سم تعالي هيلة انت رايحة فينا ده انت نهايتك هتبقى على ايدي الحين يا حسين سيبيني ايه 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 يا بنات ما تقطعوش نفسكو علي ايوهي يا اخي ما تخش يا مدام انتواعيب تتفرج كده ايوهي بقى بس بس كفاية حرام عليكم فضحتونا الناس هتتلم علينا لازم اخليها تقول حقي برقبتي انتقى قولي خلاص ملكيش دعوة بيه ايه يا لازقى يا تلمة هو مش عايزك ها يعني عايزك انت يا اختي مش عايز حد فيكم ولا وعدت حد منكم بحاجة في ايه كذاب انت قلتلي انك هتخطبني وسبك انت ايه بالعافية لازقى بقولك ايه منك ليها انا ما بحبش حد فاهمين ما بحبش حد